اهلا بكم من جديد في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيسي مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية استلمت شركة طيران الخليج سابع طائرة من طراز بوينغ 787 تسعة دريم لاينر في مطار واشنطن دالاس الدولي بالعاصمة الأمريكية وذلك ضمن استعدادات الشركة للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها في فعالية أقامتها الشركة بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج ووزير التجارة الأمريكي ويلبر لويس روس إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في طيران الخليج وشركة بوينغ لصناعة الطائرات حيث تم عرض الطائرة السابعة لطيران الخليج من طيراز بوينغ 787 تسعة دريم لاينر هذا وتأسست شركة طيران الخليج في عام 1950 لتصبح بذلك واحدة من أول شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط وهي اليوم ناقلة تجارية عالمية هامة تسير رحلاتها إلى 49 مدينة في 27 دولة بمناسبة زيارة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية سعيدين اليوم بتواجدنا في واشنغتن لاستلام الطائرة السابعة من أسطول طيران الخليج الجديد من طيرات 787 دريم لاينر ومثل ما شوفين وراي هاي الطائرة بحكم رقم سبعة وبيحكم احتفال طيران الخليج بـ 70 عام على تأسيسها قررنا أن نعطيها صبغة من الماضي بحيث أنها تحمل ألوان طيران الخليج من فترة السبعينات والثمانينات ولكن تحوز على كل التكنولوجيا الحديثة والراحة والرفاهية من الداخل هذه الطيارة أيضا تتميز بأنها بتكون أول طائرة في سطول طيران الخليج اللي فيها مقصورة لراحة الطاقم اللي يعمل على الطيارة مما يمكن إن شاء الله إلى القيام برحلات طويلة مباشرة تتعدى لـ 14 ساعة من الطيران وهذه بيكون إن شاء الله نقلة نوعية أيضا في خدمات طيران الخليج والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بلسبة 1.62% مقفلا عند مستوى 1489 نقطة وذلك عائد لإنخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وتسعمائة وأحد عشر ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 868 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 82 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7821 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.65% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2823 نقطة بالخفاض بلغت نسبة 0.92% أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4015 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.36% أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان تراجع عدز الميزانية في النصف الأول من هذا العام ب86% إلى 5.7 مليار ريال مقارنة بعدز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وأشار الجدعان على هامش افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر يورو ماني إلى نمو إجمالي الإنفاق 6.3% في النصف الأول من 2019 وارتفاع الإيرادات غير النفطية 14.4% خلال نفس الفترة وضف الجدعان أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو وأنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات وذلك بحسب وزير المالية السعودي النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أبل تبدأ معركة الضرائب مع أوروبا بالطعن على 14 مليار دولار قفز معدل البطالة في تركيا إلى 13% خلال يونيو الماضي بزيادة بلغت 2.8% مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي مدفوعا بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد ويعد هذا المعدل الأعلى منذ 2002 باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 ويبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 15% وقالت هيئة الإحصاءات التركية أن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ 4.253 مليون شخص بزيادة بلغت نحو 938 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته قد تبرم اتفاقا بشأن التجارة مع الصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية أو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بعد يوم من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع وقال ترامب أن بكين تعتقد أنه سيعاد انتخابه لكن المسؤولين الصينيين يفضلون التعامل مع شخص آخر وقال أنه أبلغ الصين أنه إذا جاء الاتفاق بعد انتخابات الثالث من نوفمبر 2020 فأنه سيكون بشروط أسوأ بكثير لبكين من تلك التي تستطيع تحقيقها الآن وأضاف ترامب أنه سيكون هناك اتفاق وربما عما قريب قبل الانتخابات أو بعدها بيوم واحد وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل يومين من اجتماعا مقرر بين نواب مفاوضي التجارة الأمريكيين والصينيين في واشنطن في أول لقاءات تجري وجها لوجه في نحو شهرين أكد البنك الدولي في تقرير نشر أنه ينبغي على الصين تعزيز محركات نمو جديدة وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية على خلفية تباطئ اقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة ويؤكد التقرير الذي جاء نتيجة تنسيق بين البنك الدولي ومركز دراسات تابع للحكومة الصينية أن الصين لديها هامش مناورة كبير لمواصلة آلية النهوض الاقتصادي وقد بلغ النمو نسبة 6.2% في الفصل الثاني من عام 2019 وذلك لمدة عام مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ 27 عاما على الأقل وحصل ذلك رغم تدابير الدعم التي أطلقتها بكين وجهود إعادة تركيز الاقتصاد على الاستهلاك الداخلي والخدمات أعلنت كوريا الجنوبية حذف اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم في أحدث إشارة على تزايد الصراع بين الدولتين وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية إن هذا التغيير يعني أن صادرات بعض السلع الاستراتيجية إلى اليابان ستحصل على فحص أكبر من الشحنات إلى 28 وجهة أخرى وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت اليابان الشهر الماضي بحذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تعتبرها آمنة لتصدير المواد الاستراتيجية وأضافت وزارة التجارة الكورية أن هذا التعديل يهدف إلى تحسين سيطرة البلاد على صادرات المواد الاستراتيجية وليس انتقاما من اليابان والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية المترجم للقناة شنت شركة أبل الأمريكية هجوما على بروكسل في محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي للطعن في قرار المفوضية الأوروبية وإجبار الشركة المصنعة لهواتف آيفون على دفع ضرائب متأخرة لإيرلندا بقيمة 14 مليار دولار واتهمت مصنعة الآيفون المفوضية الأوروبية عبر دعوة قضائية أمام المحكمة الأوروبية العامة بأنها تستخدم سلطاتها لمحاربة المساعدات الحكومية وذلك من أجل تعديل التغييرات في القانون الوطني وأن ذلك في الواقع ما هو إلا محاولة لتغيير نظام الضرائب الدولي من أجل خلق حالة عدم يقين للشركات